أحياناً يشعر الإنسان بأنه محاط بالصدمات والجروح كما لو أنها تلتف حوله مثل غيوم مظلمة تحجب أشعة الشمس عن وجهه وتمنعه من رؤية النور في حياته لكن ما الذي يمكننا فعله لتحرير أنفسنا من هذه الصدمات والجروح؟ أحد أهم الطرق التي يمكننا استخدامها لتطهير أنفسنا من الصدمات والجروح هو من خلال التنظيف الروحي ما المقصود بالتنظيف الروحي؟ إنه عملية تخليص الروح من الألم والسلبية والطاقات السامة التي تتراكم فيها نتيجة للتجارب السلبية التي نمر بها في الحياة أولاً وقبل كل شيء دعني أقول لك شيئاً مهماً جداً لا تخفي أو تتجاهل الصدمات والجروح التي تعاني منها قد يكون من السهل الفرار من الألم والتظاهر بأن كل شيء على ما يرام ولكن هذا لن يؤدي إلى شفائك الحقيقي فالاعتراف بالصدمات والجروح هو الخطوة الأولى والأكثر أهمية نحو التحرر والشفاء عندما تعترف بالصدمات والجروح فإنك في الواقع تعطي لنفسك الإذن لمعالجتها ومواجهتها إنها كالجروح الجسدية إذ لا يمكن أن تلتئم بشكل صحيح إلا بعد تنظيفها وتطهيرها لذا لا تخف من النظر إلى داخلك واعترافك بما تشعر به بصدق وأيضاً الرجوع لتذكر لحظة وقوع الجرح واستحضاره لللحظة الحالية وعيشه بكل حزنه لتظهره على السطح وذلك بهدف التخلص منه لأن الألم كلما هربت منه كلما لاحقك وكلما واجهته صرفته عنك لذلك من الضروري استحضار لحظة الألم وعيشها وتفريغ المشاعر بالبكاء أو التحدث مع نفسك لكي تسمح له بالتحرر وهذا هو أعظم سر في التنظيف لأنه يرجعك لعيش نفس المشاعر لتنظيفها والتخلص منها والسماح لها بالرحيل الخطوة التالية هي التفكير في الطرق التي يمكنك من خلالها تطهير نفسك من هذه الصدمات والجروح قد تكون الطرق مختلفة حسب الشخص والتجربة فما يعمل لشخص قد لا يكون مناسباً لآخر لذا عليك أن تكون صبوراً لاكتشاف الطريقة التي تناسبك بشكل أفضل يمكنك أن تبدأ بالتحدث مع أحد الأشخاص المقربين منك سواء كان ذلك صديقاً موثوقاً أو أحد أفراد العائلة وتشاركهم مشاعرك وتجاربك بصراحة قد يكون هذا النوع من الدعم العاطفي ضرورياً لبدء عملية التحرر والتشافي بالإضافة إلى ذلك يمكنك استخدام مختلف الأساليب والتقنيات لتحقيق هذا الهدف من بين هذه الأساليب يمكنك ممارسة التأمل واليوغا فهي تساعد في تهدئة العقل وتحرير الطاقات السلبية المحتجزة في جسدك كما يمكنك أيضاً اللجوء إلى الحديث مع أصدقائك المقربين والبوحي بمشاعرك وأفكارك التأمل واليوغا يعتبران وسيلتين مثاليتين لتهدئة العقل وتخفيف التوتر العاطفي من خلال ممارسة التأمل تتيح لنفسك الفرصة للإنغماس في عمق الذات وتركيز الانتباه على اللحظة الحالية مما يساعد في تهدئة الأفكار المتقلبة وتحرير الضغوطات النفسية المتراكمة أما اليوغا فتقدم تمارين تنفسية وحركات جسدية مرينة تساهم في تخفيف التوتر العضلي وتعزيز الانسجام بين الجسد والعقل بالإضافة إلى ذلك يمكنك اللجوء إلى العلاج النفسي إذا كنت تشعر أنك بحاجة إليه كوسيلة فعالة لاكتشاف الأفكار والمشاعر العميقة والتعامل معها بطريقة صحية وبناء يقدم العلاج النفسي بآمنة وداعمة حيث يمكنك التعبير بحرية عن مشاعرك وأفكارك واكتشاف العوامل التي تؤثر على صحتك النفسية لا تنسى قيمة الحديث مع الأصدقاء المقربين والبوح بمشاعرك وأفكارك قد يكون الحديث مع الأشخاص المقربين لك فرصة للتخفيف من الضغط العاطفي والعثور على الدعم والتشجيع إذا كنت تعاني من صدمات أو جروح عاطفية فالتحدث إلى شخص تثق فيه ويفهمك له تأثير إيجابي كبير على شعورك بالارتياح والتخفيف من الضغط النفسي باختصار يتوفر لديك العديد من الأدوات والموارد للتحرر من الصدمات والجروح العاطفية اكتشاف هذه الأساليب واختيار تلك التي تناسب بشكل أفضل سيساهم بشكل كبير في رحلتك نحو الشفاء بالإضافة إلى الأساليب المذكورة سابقاً يمكنك اعتماد الكتابة كوسيلة فعالة للتعبير عن مشاعرك وتجاربك بشكل أعمق وأكثر تفصيلاً من خلال كتابة يومياتك الشخصية أو قصصك الخاصة يمكنك التعبير عن مشاعرك وأفكارك بحرية تامة دون خوف من الحكم أو الانتقاد الكتابة تمنحك المساحة لتفريغ ما يجول في خاطرك وتسجيل تجاربك الشخصية بطريقة ملموسة فبالكتابة تتيح لنفسك الفرصة لاكتشاف العواطف والأفكار المكبوطة داخلك وتحليلها بعمق لفهم أعمق لذاتك وما تمر به يمكنك أيضاً استخدام الكتابة كوسيلة للتواصل مع الآخرين سواء من خلال كتابة رسائل أو خطابات توجهها لأشخاص معينين تلك الرسائل يمكن أن تكون فرصة لك لتهبر عن مشاعرك بصدق ووضوح وتبادل الأفكار والمشاعر مع الآخرين بطريقة مفتوحة وصادقة من خلال الكتابة يمكنك تجسيد أفكارك وتحويلها إلى كلمات مما يساهم في تثبيتها في الذاكرة وزيادة وعيك بأنماط تفكيرك وتجاربك كما أنها وسيلة فعالة لتوثيق رحلتك الشخصية والنمو الذاتي يمكنك العودة إليها في المستقبل للاستفادة من التطورات التي حدثت في حياتك لذا لا تكون متردداً في البدء في ممارسة الكتابة كوسيلة للتعبير عن مشاعرك وتجاربك الشخصية ستجد في الكتابة صديقاً مخلصاً يستمع إليك بدون انقطاع ووسيلة لتحقيق الشفاء والتحرر من العواطف المكبوتة داخلك أخيراً وليس آخراً لا تنسى أن تملأ حياتك بالأنشطة والهوايات التي تجلب لك السعادة والراحة قم بممارسة الرياضة وقضي وقتاً ممتعاً مع الأصدقاء واستمتع بالطبيعة والأكل الذي تحبه هذه الأنشطة ليست فقط مسلية بل هي أيضاً وسيلة رائعة لتحسين مزاجك وتحرير طاقتك الإيجابية إذا قررت العمل على تطهير نفسك من الصدمات والجروح فإنك بالتأكيد في الطريق الصحيح نحو الشفاء والتجديد تذكر دائماً أنك تستحق السعادة والسلام الداخلي وأنك قادر على تحقيقهما بالعمل الجد والصبر في النهاية لا تنسى أنك لست وحدك في هذه الرحلة يمكنك الحصول على الدعم والمساعدة للتغلب على الصدمات والجروح بطريقة صحية وفعالة